وانا سمحولي هنا بقى هعمل وصفة جميلة سهلة وبسيطة قوي الليلات بيحبوها قوي قوي وحاجة سقعة كده منعشة بس عشان اجهز لها لازم انزل مقدرها وابدأ مع حضراتكو اسايح ليها الشوكولات عشان يبقى فرصة حتى بنسايح الشوكولاتة الخام مع بعض على حمام المياه ازاي نشوفها مع بعض طيب يلا نزل وصفة ليزي ليزي كيك ليزي كيك دي يعني ليزي كسلين انا مش عارفة هي اصلها على ان هي يعني كيكة الكسالة الناس اللي مش قادرة تعمل كيكس بتقوم تعملها ماشي خلينا نشوف طيب المقدير بتاعتها سهلة وبسيطة خلونا نقولها تاني مع حضراتكو عندي بسكويت اي بسكويت ام حسادة بسكوت اطفال اي بسكوت مناسب لحضراتكو عندي ربع كوباية من الكاكاو عندي كوباية اللي ربع من السكر عندي نصف كوباية من اللبن عندي نصف كوباية من الزبدة عندي اربع قطع من الشوكولاتة طيب هاجي بقى اخد اه الجناش او الجناش ده هعمله ازاي هعمله مئة وعشرين جرام من الشوكولاتة على كوباية الربع من الكريمة أو مكان الكريمة نص كوباية لبن مع معلقة من الزبدة تديها إيه؟ تقلي كده طبعا شوية القرفة بقى اللي احنا حطناهم رشة مع الزيت ومع علقتين الزبدة في الأول مع الشعرية هي اللي مديت طعم كله للشعرية وهي لما حنيجي نسقيها حتى لو بالمرأ حتلاقوا ليها طعم مميز وأنا أفضل أن حضراتكم تسقوها بالمرأة طيب هحط هنا الشوكولاتة الشوكولاتة الخام دي شوكولاتة الخام قصرناها قطع زي ما حالكوا شايفين كده هحطوها على حمام مائي بصوا هنا الشوكولاتة واريكم بس بصة أخيرة كده باللسباتر ممكن تبقى أحلى خلينا نعلي النارش هنا حطة في البولة دي إيه بصوا تحتها في حلة في مية في هنا مية أهم حاجة المية أنا مش عايزاها تبقى ملامسة للبولة دي كده شايفين هتبدأ تسيح لوحدها خالص على البخار اللي تحت دي الشوكولاتة اللي إيه الخام اللي إحنا بنسيح ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراح بصوا هنا أدي الشوكولاتة بصوا بدأت إيه على البخارة هي تسيح ازاي هي سخنة بتطلع بخار خلاص حرفها عشان ما تتلسعش وما تتحرقش ونبدأ بقى في الوصف تعليم رفعت أنا شوكولاتة قدروا تستفيدوا منها زي ما انتم عايزين بصوا الشوكولاتة بقى بعد مساحة اهي والشعرية ننسب شعرية ماشية تسلم ايديكم وعنيكم والله شكرا لحضراتكم طيب طبعا المرأ في ان احنا نسقيها مرأ لحمة او فراخ او حتى مكعبات عامل شغلة علي جدا تعالوا بقى ناخد الوصفة القمر دي ونشوف كده ايه واحدة خطوة خطوة خليكم معايا خطوة خطوة عشان ما ايه ما تقوش منوك بصوا بقى هنبدأ بايه تعالوا كده اول حاجة بسم الله ده بس كوت أطفال هكسروا ايه نوع حضراتكم تحبوه اهو بسم الله مقضية عادي جدا لازي كيك دي من الحاجات الجميلة اهو بسم الله مهو تمام اهو وبعدين تمام كسرنا البسكوت ادي تعالوا بقى بصوا ده خليه في الاخر هناخد بقى ايه طاصة فين الطاصة ايوا بسم الله هناخد هنا النار دي عالية حليني ايه اشتغل عليها عايزة اعملوا الاول كده بس بولة معلشان اغاير الايه الموضوع ده ده صاص كده سريع اقتصادي تعالوا بقى عشان مش عايزة تكلفه تخط الشوكولاتة خام ازا كوتا اهو تعالوا على البارد كده ناخد الواسك هناخد اول حاجة كده سكر اللبن وربع كبات كتاب نقلب بقى كده انا كده على النار بس ندوبهم حلو اللي معندوش شوكولاتة او مش عايز استقم يعمل جنش جنش ده انا عامله عشان اللي يعني من فوق اضيفه من فوق فتدي طعم حل لكن بصوا انا مرضيتش اقول لكم هي اصلا الطبيعي نحط معها زبدة وصاص شوكولاتة او شوكولاتة خام بس انا عامله صاص اقتصادي عشان اللي مش موجود تعمله السهل اه احنا هنحطها في الاخر بقى مقعبين الزبدة او شوية نسبة الزبدة بس بعد ما يزخن الصاص ده ويبقى زي ما احنا عايزينه بالزبط بسو كده هحط بس شوية كريمة مصو هنبقى على النار هنا شايفين الجمال اول ما تبدأ تغري هاخد مصو هاخد مصو هاخد شايفين هي سيخ ايه وبالدوب شايفين اهي الله النار هنا عالية جدا متوا شايفين البخار او ايه اهي بصوا بقى اللمعة الجميلة دي بصوا بقى انا هنا شايفين دي هرجعها تانى هنا على النار أسخنها شوية، بصوا، وهحط لها نقطة كريمة، عشان أديها روح، يعني إيه؟ أخليها تبقى لينة كده صاص حلوة كده، أهو، عشان أخطها على الوش، خليها بقى تقليل، ونبصوا، نقلب بقى تقليل بحلوة كده، بس تسخن شوية، عشان نديها أهو الكريمة بتاعتها، هاتسيح دلوقتي، بصوا بقى هنا، سوف يفيني الصوف جميل إزاي؟ لونه روعة، نصب هذا في قطع بسكوت، هوا المفوض يبرد شوية، لا أضعوا سخن قوي لسبب أنا مش عايزة البسكوت، يعني يبقى فتفيت أو يبقى عجينة، أنا عايزة فيها قطع بسكوت، خليني يحطوا هنا الأول، كده، تمام، معلش بقى أنا أخد شوية من الشوكولاتة دي، لأن أنا مش هحط صوص، أنا عايزة بقى طاعم، ينهر أبيض، هحطها منها فيها، شايفين الجمال؟ نزجوها بقى معلش، أنا بصراحة طاعم هنا أروع، يلا بينا، اللي عايز بقى يحط الشوكولاتة ماشي، عايز يحط الشوكولاتة قبل الدهن ماشي، بس أنا بقى بصراحة هي مش محتاجة حتى فوقها صوص، أنا حط صوص خفيف من الصوصات اللي عندي، الجاهزة، بصوا بقى، أبردتها لأن لازم تبرد، أنا لازم أبردها، فأنا عفوا أن أنا طريت إيه؟ أضيف عليها الشوكولاتة تدي تاست وطعمه عشان أبرد الخليط بسرعة ونبدأ نخطه على البسكوت، بصوا، تعالوا بقى نقلب كده، لازم يبقى هادي عشان يبقى فيه قطع بسكوت، قطع البسكوت مهمة تفضل محافظة على نفسها، أنا لو حطيته سخن البسكوت هيدوب، عشان كده أنا طريت أبرد بالشوكولاتة، بصوا، شايفين إزاي؟ يلا بينا، ممكن شوية دون نحطهم على الوش عادي جدا، بصوا بقى، تعالوا بينا، هاخد كده ورقة زبدة، ومش شرط ورقة زبدة، يعني أنا بفضل إنها ما تبقاش ورقة زبدة، بفضل يبقى ستريتش، يعني منع إنها تلزق أو تبقى مش مظبوطة يعني، كده، نهاية ثانية هنا، عريضة، وباخد الكمية دي، نهاية ثانية هنا، نهاية ثانية هنا، انا برد، بس بشوكولاتة، طلع بس الهواء وهو ديكو التانية لازم تبقى سطوانية زي ما بنعمل اللانشون كده اول ما هتدخلها تتماسك ما تخافوش لان انا هتديها فويل يمسك الحجم بتاعها قوي هيخليها جميلة كده سواني بقى ناخد فويلية كده اه خلاص لحد ما تضبط الشكل بس اه اه شايفين ازاي اهي طيب نجيب بقى التانية بسم الله تدخل الفريزر اعدوها ساعتين ثلاثة تتضيقوش يعني ما تستعجلوش ده كيس تلاجة لو ما فيش كلام فل اهو حاضر اهو 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 بسم الله الرحمن الرحيم اهو 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 يوسخ الطبق هاو نبيح اه حوكم economies م tahun اهو هنبدأ بنقطع سكينة منشور اهو سكينة عادية زي ما انتوا تحبوا بسم الله اهو شايفين بقى الرالبي يبقى جميع عشان قطعت الجزء اللي هو في الحارف ده ستبقوا شايفين شكلها بس اهو 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 كدا قطت لحضراتكم خمينفع شصوص يبقى سخن عشان كده انا بردته بالشوكولاتة سكينتي المنشار فين حبايبي جانبك يا محمد السكينة المنشار ماشي الدهاني تسلم ايدك وعينك بصوا بقى هذه دي كده قطع كانت متقطعة اهو بصوا بسم الله هذه الدهاني اشتركوا مذهلة لا تستطيع ان تقولوا عشان انتم ما دقتوش ساعة حادر طعم الشوكولاتة ناقوه جميل وانا عشان كده اصريت قلت لحضراتكم ممكن نعمل بنوع كاكاو يكون حلو علشان نستطعمه لو هنعمل الصوص الاقتصادي لو مش فيه شوكولاتة خام تدخل الفريزر ريزن معلش نكمل دي بس بعد الليزي كيك دي احنا المفروض نعمل كل حاجة شكرا ليكو حبيبي والله شكرا ليكو فانا كده شايفين بقى قطع البسكوت بقى باينة وظاهرة قدام حضراتكم ازاي؟ اهي اهي حلو الكلام كلام جميل طيب هالله بقى نقفل من الصوص ده اللي فيه شوكولات اهو بصو مهر ابيض مهر ابيض مهر ابيض مهر ابيض وصحوا هنا على قلب حضراتكم نوديها بقى هنا مع الأكلات اللطيفة اللي احنا عملناها النهاردة ويبقى النهاردة عملنا وصفة خفيفة زي الشعرية الحدقة عملناها بالقرفة لطيفة جدا وعملنا الليزي كيك اللي قدام حضراتكم هنشوف شكلها من قدام دلوقتي بقطع البسكوت شوكولاتة وصاص اقتصادي جميل